السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذي في الثالثة متوسط بلاحظة أولياء التلميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي اندروا مراجعة ومنها ملخص للدروس اللي راح تحلي غير في الفرد تاع الفصل الثاني طبعا هذا ملخص فيه كلش أنا راح نعطيكم غير وش تحتاجوا ان شاء الله في الفرد تاعكم هاد اليامات يعني راح يكون في فيفري إذن يلا أبنائي راح نقرأ ورح يطيح لي طبعا على غيسي استوريك وشنو معتها غيسي استوريك نص تاريخي إذن يلا أبنائي كي سقسيني على لتيب دو تاكس وشنقون قول عليه النغاتف معنتها هو راح يحكي لي على النص تاريخي سوأ انت الحرب التاعنا ولا الثورات تحريرية إلى غير ذلك معنتها نغاتف هو يحكي لي إذن يلا لوتر غا كونت إذا قال لي مثلا وشو يدير الكاتب هره طبعا يحكي غا كونت معنتها يحكي تيمونياج معنتها شهود عيان شكون كان شكون مثلا ويهضر في القصة وكان شهد عيان معنتها عاش هذيك الثورة ولا عاش في في الاستعمار إلى غير ذلك مثلا عندي المجاهد ولا أعطوني الأسم تاعه طبعا نخرج الأسم تاعه أوكي يلا المصطلحات عندي بعض المصطلحات اللي لازم عليها نعرفها قلنا لغير لبيراسان عندي تختور عندي قلواغ اتستغا معنتها كامل هادو أبنائي علية لازم نعرفهم مثلا على الأقل كيفاش يتكتبو وش المعنى تاحهم اوكي اذا كل واحدة درناها بالمعنى تاحهم اذا يلا عندي الدرس اللول وهو السهل الدرس بدأه لكم هو اللول هو يقول لي استخرج بالنص قلت لكم نشوف كيفاش تتكتب ونشوف خطها في النص معنتها تلقوهم شوفو تلقوهم يبدأوا بنفس الغاسين معنتها يبدأوا بنفس الحروف اوكي يلا كيما عندي استوار استوريك استوريان اوكي نفس الشي معنتها رح تلقاو هادو كيما هادو الغوز كيف كيف اوكي وانتو مح يقول لكم جبدوا واحد فقط يلا قرينا الدرس اللي بعدو وشنو معنتها عبارة الزمن يلا رح نشوف كونكتور كرونولوجيك اذا ابنائي هادو كرونولوجيك كيف معنتها العبارة الزمنية يلا راو يقول لي العبارة الزمنية نحتاجوهم باش ننظموا الاحداث تاع القصة تاعي ولا تاع النص التاريخي تاعي طبعا انا مشين ونح نهضر على الاستقلال ومبعد نروح نعود للسعمار وبعد نهبط للثورة ولا نبدأ لسوق تاعي من اللي بدأت حتى اللي خلاص معنتها وننظم الاحداث تاع النص التاريخي تاعي قلي باللي كين بزاف هادو كونكتور كرونولوجيك عندي اللي تكسبريمي معنتها تعطيني التوقيت لا دوري كاي اللي تعطيني لا دات الزمن كاي اللي تعطيني المومو معنتها اللحظة فريكنس معنتها التكرار وعندي سوكسسيون معنتها تعطيني التتابع اوكي يلا كيفاش تطحلي في الفرد نشوفو إذن يلا تلاحظوا أبنائي كل واحدة عندها الكلمات المفتاحية تحا كيما مثلا دات ومومو معنتها اللحظة ولا دات معنتها التاريخ ننقى مثلا ايير لفي لموان لاني اتسا تغير معنتها يحدد لي هذك اللحظة ولا يحدد لي التاريخ سوكسسيون تتابع دابور بوي انسويت انفا اولا ثم بعدها في الاخير يلا فريكنس قلنا التكرار بخفوة طنزنطن اتسا تغير معنتها مرة على مرة احيانا هذي وشنو معنتها التكرار يلا عندي لاتجوغي معنتها حاجة فترة زمنية معنتها عندها من بدات من خلاصة دبوي منذ دوران اتسا تغير إذن كيفاش يقولوا لي يقدر يعطوني هكا دفخاز اوكي ابنائي دفخاز وانا يقول لي ووش رهي تكسبرمي هاد الافخاز معنتها هي صح فيها السي سي سي تي معنتها فيها زمن كمبليمان سركونسانسيال دو تن لكن يقول لي بالتحديد ووش رهو يهدر اوكي دنك اسكراه ولا دات ولا دورة ولا فريكنس ولا سكسسون اتسا تي إذن شوفوا مثلا نحن عندي شوفوا لقيت في الافخاز مسحق شمين باحتي نقراها لقيت الافخاز شاكاني شوفوا عني هيتعطيني العام وش قلنا إذا عطتني لادات ما هي ملعام اوكي العام شهر يوم إلى غير ذلك إذن نكتب او يقول لي شاكاني شاكاني معنتها في كل عام معنتها هذه الحجرة ننكررها في كل عام في كل عام نحتفلو مثلا بالاستقلال مفهوم في كل عام نحتفلو بكذا وكذا إذن او يقول لي شاك زاد لي كلمة شاك إذن ماهيش دات وإنما رهي غيبيتيسون معنتها تكرار اوكي يلا غيبيتيسون اللي داروها فريقونس يعني شوفوا أبنائي تبعو الأستاكم بسا كيف كيف نقول فريقونس ولا غيبيتيسون نفس الشي يلا شوفوا دوران ساتة ودمي مدتا سبع سنوات ونسمعتها دام مثلا دام دراستي في الثانوية إلى غير ذلك ولا الجامعة سبع سنين ونص هادي وشنو رهي جوغي رهي مدتة زمانية إذن نسطر عليها نكتب جوغي شوفوا اللي هنا أعطاني دات خمسة سبعة تنين وستين الاستقلال إذن هادي دات إذن نسطر له تحتها ونكتب دات اوكي إذن يلا أبنائي نروحوا للدرس اللي بعد راح نشوفوا التزامن معنتها حاجة متزامنة يلا نشوفو شو معنتها إذن نخدو مثال هدو كامل معنتها في نفس الوقت معنتها أنا رأي ندير حاجة وفي نفس الوقت يتصار حاجة وحدة أخرى نخدو مثال معنتها هو رأي يأكل الفطور صباح تعو وين أنا رأني نخمل في سرير تلاحظوا باللي كي كان يأكل أنا كنت نخمل سرير معنتها صارت في نفس الوقت مقول simultanity يلا يعني نقرأ ومامتها تريح إذن صارت في نفس الوقت نعيط لها التزامن هذا هو أبنائي وشو معتها التزامن شوفنا الدرس اللي بعده هو l'interiorité معنتها حادث صار قبل الأخر شوفوا واحد عندي كيف كيف واحد صار قبل الأخر واحد بعد الأخر وكي لازم فرقوا ما بينتهم معنتها صارت قبل واحدة أخرى حاجة صارت قبل حاجة عندي أفن أفن ك إذن جاري أفن دي سات رح نجي قبل الخمسة معنتها حادث حي صار وشنو قبلها قبل الخمسة سي بغس لدن أفن دي سدوش معنتها رح يتغسل أسنى تحا قبل ما تاخد الحمام تحا وكي هادي هي وشو معتها l'interiorité نروحو بوستيري معنتها العكس حادث صار بعد الآخر وشو معتها وشو معتها معتها حاجة صارت بعد الآخر نلقا كلمة أفري شوفوا هادي تلاحظوا باللي فيها أفن الأخرة لولا ومام وهادي نلقا أفري 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 ما نروحو نجرو وكي نسيت بعدها نروحو نجرو معتها هذه بعد هذه يلا شوفنا لابنائي راح تحلنا إن شاء الله بإذن الله راح تحلنا لنبخفي ونشوفو الزمن الآخر إذن وشو قوت لكم على لنبخفي قلنا لازم نحفظو لترمي نظن اللي هما سهلين A S A S A T I S I Z A E A T هذي ترمي نظن شوفو تستخدموها برمي قوب والدوزي قوب ونشوفو كيف نديرو تخوزي اذن يلا إذا حبينا نفهم وشنو لنبخفي باشا نديرو الفرق بينو بين الأزمين الأخرى نقدر نعرفو بأن حدثين حدثا في وقتين واحد في الماضي إذا صرت لزجع في الماضي كيف كيف إذن نقدر نحط في لنبخفي نقدر كذلك لنبخفي لوصف حدثين استغرق بعض الوقت معتها لنبخفي يجي طويل معتها هذه الحادثة ولا هذه الحاجة اللي صرت في الماضي طبعا لنبخفي في الماضي لكن قعدة مدة طويلة وهي تصر إذن ولا ظاهرة متكررة ناخدو بعد الزمائر أنا أنت ولا أنت يلا كما برمي جروب سهلا أبنائي نمحو ال-ER ونكتبو A-E-S A-E-S A-E-T E-O-N-S E-O-Z A-E-E-U-N-T دوزيم جروب شوفوا متكسروا شاسكم قلنا نحفظوها مرة واحدة دايما دوزيم جروب غير نمحي ال-ER ندير لهنا هذي E-2-S E-2-S فيهم كامل ومبعد بالنسبة بالنسبة لل-Passe simple لطن دوزيم اللي قريته أبنائي لل-Passe simple فاش نعرفه مثلا كان يقولوا كما نقول الثواز يمني غار وين يقول لكم هذا ديروا في المبخفي وهذا ديروا في Passe simple لا لوحدهم لازم وحدكم عفوا تعرفوا بلي هذا نحطه في المبخفي وهذا نحطه في Passe simple كما دلنا في الفرد إذا اوش قلت لكم المبخفي حاجة صارت في الماضي وقعدت مدة طويلة أما في Passe simple العكس حاجة صارت في الماضي بينسي وخلاصت في الماضي وتكون قصيرة تم تم خلاصت أوكي يلا أو يقول لي بلي 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 عندو هذي ترمي نزون نحفظهم دوزيم كوب عندو هذي ترمي نزون تخوزيم عندو تخوزيم فرم حاجة اللي نقول حفظوها حفظوها الحاجة اللي نقدر نقص عليكم أني نقول أبني بالنسبة للي ترمي نزون نحفظوهم كما أستادة حفظوهم نتو متاني لازم تحفظوهم كيل هذا اللي بخنان персонال تعنا عندي par exemple premier groupe parlé نحو الER ونديرو A-I-A-S-A A-M-E-S A-T-E-S E-R-E-N-T ok دوزيم كوب سهلا كيف نمحي ال-IR ندير IS-IS-IT I-M-E-S IT-E-S I-R-E-N-T بالنسبة للم pouvoir par exemple اللي يخلاص بواغ شوفوا كيف اشترجع اوك ناخد هادي الدوزيم بالنسبة ال-Venir اللي يخلاص بال-IR ناخد هاد لتخوزيم اوك دوك ما لغزمو ما عندوش حاجة اللي تمكنني سورته تخوزيم كوب من أني ناخد السوس ونولي نطبق عليها لازم علي نشوف اللي ما نقدرش نحفظهم عفو اللي ما نقدرش نديلهم قاعدة وإنما لازم نحفظهم يلا أبنائي نوري لكم هاد المثال باش ما تقوش السدارة غير تهدر تهدر معتاتنا شكال الأمثلة نوريكم كيفاش يتحلي الكنجوغازان في الفرد التاعي بارزن زامل احنا خلوكم من هاد الحلول يعطيكم هكاي ما يقولو لكم لا نبق في الباسي سمبل يخلوكم وحدكم كما تعرفون جمارشي دوزهور سودا جمار ومبعد أنا بيانسور نكملها سرجر فاتور معتها كنتو أمشي في الحقول مدتها بجانب الحقول مدت سويا فجأة شفت سيارة جايزة ما يهمنيش التكميل قاعد تاحا كيفاش أنا نعرف والراه اللي نحطها في لام بخفي والراه اللي نحطها في الباسي سامل إذا تلاحظون نعطيكم الحدث المهم الحدث المهم هو أعطيه الباسي سامل والحدث كما نقوله العادي جدا سيقاندر نعطيه لام بخفي إذا تلاحظوا بلي الحدث المهم هل اللي كنت نمشي عادي ولا فجأة نشفت حاجة أقول يلو السادة طبعا اللي شفت هو اللي الأولى هو اللي هو رئيسي إذا نشوفوا هو اللي نحطه في الباسي سامل دوك جو في وهادي مخشي كانت عادي إذا نحطها فلن بخفي يلا نروحوا بإصال نو فيفر عشنا دوبي كلّك زاني أمارسي كما من پير أننسي سمت 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 بخفي بعد كونا نعيشو في مخفي إلا أنو قل أبي ولا ديسيدا وين نقلو في العمل بيان سمت وين في بخفي إذا يلا ابنائي وره الحادث الرئيسي طبعا هو النقل أوكي وحادث تعوشنا طبعا راهي عادية إذن هي اللي نحطها في لن بخفي وأننسي تولي أننسة مع أنتها حولناها بيانسور مانبار مع أنتها إيل نكون جوديها مع إيل في قلنا الباسي سم طبق أبنائي هذا إن شاء الله وشيح يتيح لكم في فردكم تعالى الفصل الثاني في اللغة الفانانسية كالعادة اللي عنده أي سؤال السفسار خليه لي في التعليقات نجاوب عليه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن وكما أقولكم كالعادة بتوفيق إن شاء الله